مرحبا معكم فيصل أهلا وسهلا فيكم في أحدث كورس على اليوتيوب لتعليم برنامج Adobe Illustrator للمبتدئين ومن البداية إلى الاحتراف مستمرين إن شاء الله في تقديم سلسلة هذا الكورس وطبعا دائما أنا بنبه أنه موجود في وصف الفيديو هذا وأي فيديو في الكورس اللي هو رابط قائمة التشغيل أو البلايلست للكورس كامل لعدد فيديوهات كثيرة يعني من تقريبا من أول فيديو اللي هو ما هو الإلستريتر لآخر فيديو في هاي البلايلست أو في هاي القائمة تمام إن شاء الله اليوم راح نحكي عن موضوع يعني جدا متكرر معك في الإلستريتر اللي هو موضوع إظهار العنصر للأمام وإرساله للخلف أو إرساله للأمام أو إرساله للخلف اللي هو موضوع الأرينج أو السينتوباك أو خليني نحكي إنه كيف يعني تاخد العناصر أو الأشكال أو الأوبجيكتس وتطلعها لقدام أو تخفيها أو عفوا تحط إشي وراء إشي أو إشي قدام إشي تمام خلينا نشوف مع بعض بداية أنا عندي الأشكال هاي خلينا بس نخربطها بشكل عشوائي نحط اللينجو تمام الآن عندي النجمة في اللون الأزرق هاي والأحمر والأخضر والسلبر ونشوف كيف إحنا بدنا نفهم موضوع الأرينج أو اللي هو إظهار الشكل للأمام أو إرساله للخلف مثلا خلينا نحكي بداية أنا على النجمة هاي الحمرة بديها تكون النجمة الحمرة هاي ظاهرة فوق الشكل أو فوق النجمة اللي في اللون الأزرق طبعا يا شباب هاي الطريقة صالحة للفكتورز والصور يعني لو أنت عندك صورة على الإلستراتور برضو نفس العملية خلينا نشوف مع بعض الطريقة الآن عملت سلكت عليها بداية أنا عندك طريقتين أول طريقة اللي هي باستخدام الماوس أنه أنت تضغط الرايت تيكليك وتروح على أرينج من هون وتختار الشغلات هاي فخلينا نشوفهم مع بعض أول إشي عندك إحنا حكينا بدنا نحط هاي النجمة للأمام أو أمام النجمة اللي في اللون الأزرق خلينا نشوف كيف هاي ممكن أنه نستخدم البرينج فورورد هاي أنه يعني أنه أرسلها للأمام هلا ضغطت عليها عطانيها فوق النجمة هاي تمام هنرجع أندو كماند زد طيب هلا شو اختصارها على الكيبورد أنا شباب عشان باش طلع على خلينا نحكي جهاز الماك ممكن الحرف يختلف على الويندوز لكن هو تبع أنه أنت لازم حرف الجيم على الكيبورد عندك والحرف اللي جنب حرف الجيم يعني أنا عندي على الماك اللي هو التال مربوطة أو جاي عليه صورة أقواس فلو ضغطنا كوماند عليها راح تلاقي إنه عملت أنا شورتكات وطلعت النجمة للأمام توان أوكي خلينا نشوف كمان طريقة لو مثلا الأشكال هاي كلها الأشكال هاي كلها فوق جاية فوق خلينا نحكي النجمة اللي في اللون الأحمر وبدي أحط النجمة الحمرة هاي بدي أحطها للأمام خالص يعني أطلحها لفوق فوق يعني كيف شو بضغط بضغط رايت كلك وعلى أرينج وبضغط اللي هي برينج تو فرونت فصارت عندي النجمة فوق كل النجوم التانين فبالطريقة هاي وإذا أنت بدك إختصارها على الكيبورد تضغط كوماند شيفت أو كونترول شيفت مع اللي هو عندي أنا قلت على كيبورد الماك اللي هو التاء المربوطة أو على شكل قوس اللي هو جمب كبسة الانتر تضغط عليها بالطريقة هاي راح تلاقيها طلعت ظاهرت لك ودائما هو الإلستيرتر بيعطيك الإختصار عند كل أمر يعني أنا هون هاي معطيك تضغط كوماند شيفت اللي هو شكل القوس هذا في اللغة الإمليزية عشان الكيبورد طبعا ببين عندك ولو أنت على الويندوز بيعطيك شو الإختصار مكان القوس هذا على الكيبورد بتاعك تمام هاي كانت أنه أنا بدي أرسل النجمة للأمام خلينا نشوف أنه على فرض أنه أنا بدي نعمل العكس العكس نفس الإشي شباب أنه أحط النجمة هاي في الخلف كل ما علي أن أضغط كوماند أو كنترول حرف الجيم كذا مرة فمثل ما إحنا شيفين أنا بضغط هلا فهي أول مرة ضغطت صارت وراء السيلفر ثاني مرة ضغطت صارت وراء الخلف النجمة الخضرة وهي اختصارها على الكيبورد خلينا نحكي لهي أرينج وبدك تعمل سيند تو باك بالطريقة هاي وإذا أنت بدك إياها خلينا نحكي تكون مثلا النجمة الحمرة هاي وراء وراء خالص يعني حتى وراء الباكي جراوند هاي تضغط كوماند شيفت حرف الجيم راح تلاقيها راحة وراء الباكي جراوند وحركت الباكي جراوند هيك بطريقة هاي راح تلاقيها انتقلت للخلف خالص يعني فأنت حتى كمان على الموثل بتروح على أرينج تعطيه سيند باكورد يعني أو عفا سيند تو باك اللي هي خلف خالص الوراء خالص يعني فأنت تضغط عليها هيك بتروح بطريقة هاي هذا الشباب كان الفيديو لليوم فيديو سهل لكن هو مهم على الإلستراتر واستخداماته راح تكون معك كتير إن شاء الله وانت مجرد ما تستخدم يعني وتفهم الطريقة يعني راح تستوي بالموضوع أكتر وإيدك تاخد عليه أكتر وطبعا الكل بيشتغلوا على شورت كاتس ما بيشتغل على إنه أنا أروح هون وأضغط دايما عود حالك تشتري على الشورت كاتس على الإختصارات على الكيبورد علشان موضوع السرعة هاي دايما ما بتحفظها أنت تحفظ هي دايما تيجي مع الممارسة يعني أد ما اشتغلت أد ما حفظت شورت كاتس وصرت تشتغل لا حالك خلينا يعني إن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم من هذا الكورس ومستمرين في تقديم سلسلة الفيديوهات واشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله يعطيكوا ألف عافية